كمان كان فيه اجتماع لجاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المستشار أحمد فاهمي المتحدث الرأس في باسم رأس الجمهورية بأنه الاجتماع ده كمان تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية وتم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار ومنها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية ووجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدر بما يساعد على الضبط وحوكام الجميع عناصر المنظومة وتحقيق العدالة الناجزة وكان كمان مجلس الوزراء مطلع تقرير مؤخرا عن الشات جي بي تي والتحديات اللي ممكن يمثلها وقابلها كمان كان فيه تقرير آخر عن المهن اللي الزكاء الاصطناعي هيقضي عليها قريبا وتحذير المواطنين فالدولة المصرية يبدو أن هي منتبهة في هذا الملف سواء دبان من تقارير مختلفة لمجلس الوزراء الإعلام أيضا بيناقش هجيه المسألة بشكل يعني دائم تقريبا مع حدوث تطورات النهاردة هيبقى عندنا كمان تطور عالمي في ملف الشات جي بي تي وهو جزء طبعا من عالم كبير هو عالم الذكاء الاصطناعي هنشوف اللي بيحدث عالميا كمان وبيدي مؤشرات ان احنا لازم ناخد بالنا وننتبه بشكل خاص ولكن فيه استخدام حسن زي ما تم العرض الوقت أنه السيد الرئيس بيشوف إمكانية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب وبالتالي تسهيل كتير قوي في عمليات الحفظ والتخزين وبالتالي دراسة القضايا وإنك تخلصها كمان بدري فخلينا نروح نشوف هذا التقرير في تفاصيل أكتر ونجل حالكم مرة تانية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق وفي ذلك السياق وجه السيد الرئيس بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية وذات القيمة التاريخية بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح متنفسا لسكان المنطقة والمترددين عليها وأن يتم تنفيذ كل ذلك في إطار متكامل ومتصق مع الأعمال الجارية لتطوير المجتمعات المجاورة على النحو الذي يحسن جودة الحياة بالقاهرة على صعيد مختلف الأبعاد التنموية سواء العمرانية والحضارية أو الثقافية والسياحية كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقادي على مستوى الجمهورية حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضا مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فضلا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بإجراء حوار مجتمعي واسع ومتعمق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية والإنصاد باهتمام وجدية لجميع الأصوات واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين وهي صون الحقوق وحماية الأبناء ودعم ترابط الأسرة على النحو الذي يحقق المصلحة العامة